موسيقى واصلت بعض المؤسسات والدوائر الرسمية في المملكة عملها خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الضرورية والأساسية للمواطن رؤية تابعت في إربد هذا الموضوع وعادت بالتقرير التالي لا تنفك العديد من مؤسسات ومراكز المملكة عن مواصلة عملها في الليل والنهار آملة في تحقيق كافة السبول الراحة والأمان للمواطنين على مدار الساعة الدفاع المدني أحد أكبر مؤسسات الدولة يقضي العاملون فيه أيام العيد وهم على رأس عملهم بعيدا عن أسرهم إلا أنهم يبدون سعادة كبيرة بما يقدمونه من خدمات إنسانية لأردننا الحبيب كانت المدرية الدفاع المدني محوظة البيضة على استعداد تام لتلقي أي إخبارية لتقديم الخدمة للمواطنين عبر الهواتف 2011 حتى الطلبات الخاصة المباشرة من المواطنين وعلى مدار ثلاث أيام الماضية الذي هو أول يوم من عجو ثانية من عجو ثالث يوم العيد كانت الطواقم على هبة للسعداد إدارة السايرة في محافظة إربد أعدت خطة مرورية متكاملة لتنظيم الحركة المرورية هناك حيث قامت بنشر رقباء السير في مختلف مناطق المحافظة لتنظيم الحركة المرورية خلال أيام العيد تم تطبيق خطة مرورية خلال فترة العيد وما قبل العيد وما بعد العيد حيث كان مجمعاتنا السير متوزعة على مدار الساعة في منطقة إربد والمناطق التي تشهد حركة مثل المولات والمناطق الترفيهية والإشارات الضوئية والحمد لله رب العالمين لا شيء يوجب الذكر لغاية الآن ضمن منطقة إربد كوادر وزارة الصحة تواصل عملها دون كلل أو ملل خلال عطلة العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين وبحس مهني وإنساني كبير وضعت مستشفى الأمير بسمة خطة لاستمرار تقديم العلاجات اللازمة في أيام عيد الأضحى المبارك للمواطني الكرم حيث راجع مستشفى الأمير بسمة قسم الطوارئ أول يوم العيد تقريباً 600 مريض حيث قامت كوادرنا مشكورة جداً بتقديم الخدمات اللازمة والإسعافات اللازمة لهم في جميع التخصصات والأقسام حتى الوحدات ما تقوم به هذه الكوادر مجتمعة لهو خير دليل على العطاء المستمر من أبناء الأردن الغالي الذي يسعى الجميع نحو ازدهاره ورفعته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر